مرحبا اصدقائي في فيديو جديد هل تعتقد ان الحياة في استراليا تعني فقط قضاء الوقت في شرب الجعة تحت اشعة الشمس وممارسة رياضة تزلج على الامواج بعد انتهاء ساعات العمل لعلك ستفاجأ اذا علمت ان ذلك ليس صحيحا واليوم سنعرض لكم الكثير من التفاصيل عن استراليا لذا تابع الفيديو الى النهاية ولا تنسى ان تكتب لنا في التعليقات رأيك في الفيديو والاشتراك في القناة ارحبا بكم اعزائي متابعي قناة هل تعلم في كل مكان اسماك القرش تغزو بحيرة ملعب الجولف الاسترالي هل ظننت انه في الرسوم الكاريكاتورية فقد سيكون هناك بحيرة موبوءة باسماك القرش في مكان هادئ مثل ملعب الجولف ولكن من الواضح ان هذا واقع في استراليا بعد فيضان منذ عدة سنوات وجدت حفنة من اسماك القرش نفسها عليقة في بحيرة في ملعب للكولف اسماك القرش قادرة على البقاء على قيد الحياة في المياه العذبة وبدلا من ان تشكل هذه البحيرة مشكلة للبقاء على قيد الحياة فقد ازدهرت اسماك القرش الستة وبدأت في التكاثر اسماك قرش الثور قادرة على البقاء على قيد الحياة في المياه المالحة والعذبة ومن المعروف أنها تسبح بعيدا في الأنهار وتتسكع لأشهر وحتى سنوات ولكن العيش في البحيرات أمر نادر جدا الشفق القطبي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأروع لقطات تظهر في السماء على الإطلاق أثناء حدوث ظاهرة الشفق والتي تعتبر ظاهرة نادرة وتم التقاط عرض مذهل لأضواء ملونة زاهية تضيء سماء أستراليا الجنوبية وبالتحديد في سماء مدينة هوبارد عاصمة ولاية تسمانيا ويذكر أن ظاهرة الشفق القطبي عبارة عن مزيج من الألوان الخلابة التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية وتعرف أيضا هذه الظاهرة بالأسماء التالية الفجر القطبي أو الأضواء القطبية وهو من الظواهر الجميلة تداول رواد مواقع التواصل حول العالم مقطع فيديو بلغات عدة يظهر طائرا شريرا تخرج منه النار فيحرق الغابات وزعم عدد كبير من نشر المقطع أن طائر الحدأة هو مسؤول عن حرائق الغابات في أستراليا وقد قال بعض المتخصصين إنه صحيح أن بعض أنواع الطيور تنقل العيدان المشتعل من مكان لآخر فتساهم في توسع حرائق الغابات لكن لا يوجد طائر تنبعث منه النيران وفقا للخبراء الفيديو يظهر ما يبدو أنه طائر يمشي على أرض عشبية وينبعث منه نار ودخان ثم مشاهد متفرقة لغابات تحترق وجاء في التعليقات المرافقة تعرف على طائر الحدأة الذي يشعل النار في غابات أستراليا وحصد هذا الفيديو عشرات ألاف المشاهدة على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منها العربية والإنجليزية ظاهرة غريبة بمنطقة جولدغوست الأسترالية بعد عواصف وأمطار غزيرة شهدتها المنطقة تشكلت رغوة غريبة الشكل حيث حملتها مياه البحر إلى شاطئ وامتد الأمر إلى خارج شاطئ واكتسح المدينة بالكامل حيث تحولت منطقة جولدغوست في شهر يناير الماضي إلى بحر من الرغوة بسبب تدفق زبد البحر بكميات كبيرة إلى الشوارع وخرج السكان لللهو والتقاط الصور زبد البحر هي ظاهرة معقدة تحدث في جميع البحر نتيجة امتزاج شديد لما تحمله مياه البحر من شوائب ومواد عضوية وأملاح ونباتات ميتة وأسماك متعفنة مما يؤدي لتشكل رغوة خفيفة جدا ولكنها تمتد أحيانا لمسافة خمسين كيلومترا حفرة كريك وولف كريك وولف كريك ريتر هي فواهة نيزك ضخمة على بعد خمسة وستين ميلان جنوب هولز كريك غرب أستراليا الفواهة تقع على حافة صحراء لم تكتشف بعد وقد شهدت لأول مرة من طائرة في عام 1937 يبلغ قطرها 2799 قدما وعمق 151 قدما مع حافة تقف ستين إلى مئة قدم فوق مستوى سطح البحر تم العثور على شظايا نيزكية فانسدة في هذه الحفرة تشير دراسة جديدة إلى أن حفرة وولف كريك الوقعة على حافة الصحراء الرملية الكبرى في شمال غرب أستراليا هي أصغر بكثير مما كان يعتقد سابقا وتعتبر هي ثاني أكبر فواهة بوركان على وجه الأرض تم استرداد شظايا نيزك منها وأكبر حفرة تم استرداد شظايا منها هي حفرة نيزكفي في ولاية أريزونا يعتقد الجيولوجيون أن وولف كريك ريتر تشكلت نتيجة استدام نيزك كان قطره حوالي 50 قدما ووزنه حوالي 15 ألف طان لكن بالضبط متى وقع غير معروف بشكل دقيق وتشير التقديرات السابقة إلى أن الحفرة قد يكون عمرها أكثر من 300 ألف عام لكن دراسة جديدة تؤكد أنها تكونت منذ فقط 120 ألف عام تعد جزيرة ماكاري الصغيرة التي تبعد نحو 1450 كيلو مترا جنوب أستراليا معلما سياحيا يجذب الزوار إذ يقطنها أكثر من 4 ملايين طائر من طيور البطريق وأكثر من 10 ألف من حيوان عجل البحر بالإضافة إلى طبيعتها الخضراء الساحرة إن طيور البطريق فرت إلى هذه الجزيرة بحثا عن ملاذ آمنة يحميها من تهديدات البشر الذين يحاولون استيادها للحصول على فرائها ودهنها ويأتي الزوار من كافة أنحاء العالم لزيارة هذه الجزيرة غير المهولة بالبشر عبر قوارب موسمية للاستمتاع برؤية أنواع وأحجام مختلفة من طيور البطريق يذكر أن منظمة اليونسكو للعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة كانت قد صنفت جزيرة ماكاري على أنها موقع للتراث العالمية عام 1997 من أجل حمايتها وأن الزيارات والرحلات محظورة إلى هذه الجزيرة إلا بتصريح مسبق من هيئة خدمات الحياة البرية أبدى سائق المركبات في مدينة ملبورن الأسترالية دهشتهم عندما رأوا جحافل الجراد تهبطوا في شوارع ثاني أكبر مدن أستراليا حيث كان لهطول الأمطار الغزيرة على جنوب شرق القرى سببا في تشكيل ظروف لأسراب من الجراد يصل عددها إلى خمسين مليون هبت هذه الجحافل على ملبورن كعصفة جوية أطبقت على المدينة وقد حذرت هيئة سلامة الطيران الأسترالية الطيارين من أن أسراب الجراد التي من المتوقع أن تكون الأسوأ في ثلاثين عام قد تجعل الطيران محفوفا بالمخاطر فيما اعتبرت السلطات أن هذه الأسراب قادرة على إطلاف المحاصيل مما يهدد بموسم جفاف البيركو الطبيعية البيركو الطبيعية في أستراليا هي حمامات صخرية طبيعية على شكل رقم ثمانية بالإنجليزية وقد أصبحت واحدة من أكثر الوجهة شعبية للزيارة من قبل السياح وهي تقع بالقرب من سيدني داخل الحديقة الوطنية الملكية وهي من أكبر المنتزهات الوطنية في أستراليا ويقال أنها ثاني أقدم حديقة في العالم بعض يولوستون في الولايات المتحدة الأمريكية هنا يمكنك رؤية المنحدرات والبحار الزرقاء الفيروزية لكن الكثير يذهب إلى هناك بسبب البيرك الطبيعية وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على الزر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء